سعيدين اليوم بالمشاركة في مؤتمر السلامة في البحر هذا المؤتمر أو هذا الحدث تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية كون أن سلامة البحارة والسلامة في البحار واحدة من أهم المواضيع التي لها الأولوية في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات بشكل عام اليوم تأتي أهمية هذا الموضوع من أهمية القطاع البحري نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية حرصنا على إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم البحارة بشكل عام كان لنا دور جدا واضح خلال أزمة كوفيد كنا من أوائل الدول التي اعتبرت أن البحارة من الكي ووركرز كانت أول دولة على المستوى العالم يكون عندها بروتوكول لترحيل البحارة تم ترحيل أكثر 240 ألف بحار عبر موانئ الدولة وهذا يعتبر من الإنجازات التي تحسب للدولة خلال هذه الأزمة عملنا لم يتوقف أطلقنا مجموعة مبادرات أخرى مثل مبادرات دعم جيشنا الأزرق والمبادرة الأخيرة مبادرة سالمين مبادرة سالمين مبادرة لدعم البحارة بشكل عام سواء البحارة الإماراتيين أو على المستوى العالم من خلال هذه المبادرة نقوم بتقديم الدعم الصحي النفسي والتدريب والتأهيل المطلوب للبحارة من خلال مراكز مؤهلة ضمن موانئ الدولة لله الحمد استهدفنا شريحة كبيرة من الموجودين التعاون والتكامل بيننا وبين القطاع الخاص جدا ممتاز في هذا المجال ونتمنى إن شاء الله أن نحن نكون حققنا المطلوب موسيقى موسيقى موسيقى